أهلاً بكم سيداتي وسيدتي في هذه الحلقة اللي نخصها لحكيم زياش ولمجيئه للعب للمنطقة الوطنية المغربية رغم رفض ومنعه من ذلك من طرف قلاطة سراي حكيم زياش دوء الشخصية القوية حكيم زياش المغربي القح حكيم زياش يبهرني بهذا التصرف الوطني المحت نرى تفاصيل كل هذا الموضوع بعد الوصلة الإشهارية بحال لقلت لكم قلاطة سراي دارت الضغط راهيب على حكيم زياش لكي لا يتحق بالمنطقة الوطني المغربي فالمعسكر الذي سيدوم من البارحة إلى ما بعد مباراة المغرب ضد ليبريا يوم الثلاثة المقبل مساء بملعب أقادير حكيم زياش غاب على قلاطة سراي منذ أكثر من أسبوعين بسبب الإصابة التي ألمت به في إحدى المباريات وخروجه في الشرط الثاني من ذلك المباراة بعد ذلك حكيم زياش اللي كانت طلبت إدارة غلاطة سراي مويد درقاقي عدم سراي في المؤسكر السابق لأنه ما زال موجود وما زال مدر العمل الباطني الإجباري في بداية الموسم كان وليد درقاقي لبط طلاب دي الفريق غلاطة سراي فإذا بها الفريق يحسبوا أن كل طلبته ستنفذ وأنه هو من سيكون الحاكم في قضية زياش مع المنتخب وطن المغرب برغم أن قواني الفيفا واضحة واضحة جدا قواني الفيفا تقول بأن يجب على جميع اللاعب اللي عندهم جواز رياضي في أي بلد أن يلبوا إجباريا منادات الناخب الوطني للبلاد وإلا سيتوقفون على اللاعب لمدة مبارتين نافذتين في بطولتهما الوطنية ولا ارتبط بباسطة طبيب الفريق الوطني بأن اللاعب مريض أو مصاب أو لا يمكنه أن يلعب مع المنتخب الوطني فحينئذين يتم السماح لللاعب العودة إلى المتابعة التطبيب هذا شيء واضح وواضح في جميع دول العلام وفي جميع اللاعبين التي تنتمي المنتخبة الكبرى بين قوسين ما توقع فيهم حتى أن يقاش في هذا الموضوع حكيم زياش الذي ينتمي للمنتخب وطني المغربي رغم أن المنتخب وطني المغربي أصبح رابع منتخب في العالم بعد تأهلي إلى نصف نهاية كاس العالم وهزيمته الغير منطقية أمام فرنسا في نهاية كاس العالم رغم ذلك لازل صحفي بعض الدول الأوروبية يحسبون المغرب بلد العالم التالي في قد القدم ويظنون أن لائب المنتخب الوطني المغربي بمجرد توقيعهم بإحدى النواد الكبيرة ديالهم فسيردخونا إلى جميع المؤاملات كيفما كانت وهذا دائر صحيح بين حكيم زياش في زب ديال المناسبات لا لصرح المنتخب وطني المغربي ولا ضد المنتخب وطني المغربي من يقال وقاله شناءان مع الناخب وطني السابق وحيدة للوزيج حكيم زياش التي يعرف عن قرب يعرف تمام المعرفة أن حكيم زياش يلعب للمنتخب وطني المغربي ويعمل للأنديال التي يوقع لها وهنا الفرق واضح يلعب للمنتخب وطني المغربي ويعمل للأنديال التي يوقع معها يعني كمحترف ولكن الشوق دياله كله أعطيه للمنتخب وطني المغربي واستحقاقت المقبل للمنتخب وطني المغربي بدءا بكأس إفريقيا للأمم 2023 لتجارة في يونيو يناير المقبل ثم مرورا بكأس إفريقيا للأمم لتجارة في المغربي في يونيو 2025 إلى كأس العالم لتجارة الأمريكية ومكسيكو وكندا في يونيو 2029 وبالتالي الضغط الذي مريسه على حكيم زياش كان باين لأن مسير غلطة الصحفي اللي دارين الضغط حاليا في القنوات التركية لا يعرفون أحق المعرفة حكيم زياش هالضغط ممكنش ينجح إن حكيم زياش لم يجيب الفريق دياله وصافر إلى المغربي وانضم إلى تدريب منتخب وطني المغربي وبدأ أول تدريب أمس الاثنين وإلا سمح له الطبيب المتحب وطني بالمشاركة في المباراتين فسيشركوا في المباراتين معا ويعودوا إلى قاتصر وإذا أراد قاتصر فك الارتباط زياش فلا هو الحق في ذلك إن تفك الارتباط عبدالقوانين ضوابط اللي تحميها تحميها قوانين الاتحاد الدولي الكوات القادمة وبالتالي زياش عنده عقد يحميه عقد وقع لثلاث مواسم وإلا بغير في كل ارتباط ما لهم إلا أن يؤدوا ما تبقى من العقد ورحبا بهم إحنا وخذ زياش منكوش عنده فاريخ فسيلعبوا لمنتخب الوطني المغربي لأنه من ركائز منتخب الوطني المغربي وكون مع أونحي وحاكي مثلا من أحسن متلت وأحسن تلاتي في كأس العالم الأخير بقطار برافو حاكم زياش أبنت مرة أخرى لأنك وطني قح أن المغرب هو أهم شيء في حياتك ولن يفلح الحاسدون ولن يفلح الحاقدون وهذا الضغط الذي يمارس من طرف النادي التركي على حاكم زياش لا معنى له في 2023 كانت الفرق الأوروبية تمارس الضغط اللعب الأفارقة لحتهم على عدم مشاركة في كؤوس إفريقية الأمم الكزجرة في الناير تنظن قوانين فواضحة وحاليا لا أحد يمارس أي ضغط على اللعب الأفارقة لأن حقهم الكامل في اللعب لمنتخبات بلدانهم نفس الضغط بواحد طريقة أخرى يمارس على إبراهيم دياس الذي اختار حسب كل مصادر المنتخب الوطني المغربي ريال الماضيين لا يريد إبراهيم دياس في كأس فريقية الأمم إبراهيم دياس بغي لعب كأس فريقية الأمم وفي الثالي نرى ما هذا الشخصية لدي إبراهيم دياس لما تلعبش كأساسي في ريال ماضي لأن كان أساسياً لا يناقش في ميلان أسي يامال لعب مباراتين مع المنتخب الإسباني خسوة لعب ثلاث مبارات لكي لا يبقى لعب المنتخب مغربي هذا المبارات الثالثة خرج بالمعسكار هناك من يقول أنه مصاب منذ أناديه برسلون هناك من يقول أن الأجواء داخل المنتخب الإسباني لم تروق وبالتالي عندهم وبغي يعود يبدل الجواج رياضي دياله عنده الحق في ذلك عنده الحق في ذلك لأنه ما زال ما أكملت كثيراً المبارات للمنتخب الإسباني وكي يندغوطات دائماً من الصحافة الإسبانية على لامين يامال يعني نفس الطرق تستعمل ضد اللاعبين الأفريق اللاعبين العرب في الأندية الأوروبية والآن الضغط أصبحها صحافياً لأن الأندية عرف القوانين والموسيقين الأندية عرفين بأن قوانين الفيفا تحمل منتخبات الوطنية وبالتالي صبحوتي يعطيوا الضغط يتمارس من طرف الصحافة ديال البلدان وتتكون تصريب المسيطة ريال مغريد تتكون صحافة تابعة للنادي ولكن متى يطحوا فراجل بمعنى الكلمة كحاكم زياش هالضغط كلها لا تغني ولا تسمنوا من جوع وتذهب برياح وتيبقوا هاللعبين اللي عندهم شخصية راسخين في في شخصيتهم وفي وفي العقائد ديالهم وفي الوطنية ديالهم ولا يرضخوا إلى هاد الضغط والهاد المساوامة برافو حاكم زياش وفي الوطنية ديالهم برافو حاكم زياش وفي الوطنية ديالهم لازم باش يختاروا الوطن لقلبهم ملو إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة